يعني إن كنا نتحدث عن فصل بين الصلاة عن دستور متقدم يؤسس ويرسخ ويضمن أيضا الخيار الديمقراطي الثابت في المملكة المغربية في تسيير المؤسسات دستورية كانت أم مؤسسة استشارية أم مؤسسة حكامة تطرق إليها في هذه الشاشة التفاعلية رغم اختلاف السياقات السي أدمينو إلا أن هذا الخيار بقي راسخا هنا تكمن قوة الأمة المغربية والقيادة الحكيمة التي لا تريد أي ردة في أي مجال صحيح إذا كانت العشر سنوات الموالية للوثيقة الدستورية هي سنة لترسيخ قوة المؤسسات وقوة الديمقراطية في بلادنا فربما كان أول اختبار الذي ربما تججزه هذه المؤسسات هو المتمثل في جائحة كورونا جائحة كورونا التي لم تسائل فقط بنياتنا الصحية وقدرتنا على مواجهة هذا الداء وتوفير العلاج للمغاربة بل سألت أيضا حتى مدى صمود البنيان الديمقراطي في المغرب ولحظنا كيف أنه في عديد من الدول بما فيها حتى الدول الديمقراطية قامت بتأجيل عدد من الاستشارات الانتخابية في فترة الجائحة والمغرب وحرصا منه وإيمانا منه بطبيعة الحال وجلالة الملك كذلك وإيمانا منه بأن الخيار الديمقراطي هو خيار لا رجعة فيه فإن المغرب قرر أيضا أن يعقد وينظم انتخابات تشريعية وترابية جهوية وجماعية في يوم واحد وفي ظروف الجائحة وهذا كان تحدي كبير بالنسبة للمغرب لأنه كما قلت عدد من الدول بررت بأنه لا يمكن إجراء هذه الانتخابات وعدم تجريد هذه المؤسسات في المثال اليوم فالديمقراطية المغربية كانت أمام امتحان قويه وامتحان الجائحة واستطاعت بالفعل أن تجتازى هذا الامتحان والحمد لله أنه انتخابات أيضا أفرزت لنا أيضا مؤسسات قادرة أن تعالج هذه المخلفات اليوم التي أحدثتها كورونا عن المستوى الاقتصادي عن المستوى الاجتماعي عن المستوى الصحي كذلك أن الجائحة لم تقم فقط بتعزيز هذا البناء المؤسساتي بل أيضا طورت لدى المؤسسات المغربية القدرة على الاستشراف قدرة على الاستشراف من خلال اليوم تحديات التي أصبحت تواجهها دول العالم ككل ما يرتبط بالتحديات الصحية وما يرتبط اليوم بالتحديات المناخية والبيئية التي كان لها تأثير أيضا مباشر على النظام الغذائي العالمي وما أيضا شكلته الحرب الروسية الأوكرانية من المخاطر لاحظنا كيف أن المغرب أيضا بقيادة جلالة الملك تخذ قرارات وخيارات مهمة واستراتيجية لا ترتبط فقط بالتفاعل الآن مع الأحداث ولكن من خلال قدرة المغرب أيضا على تجاوز هذه المحنة من خلال اليوم تطوير عدد من قنوات تعزيز سيادة الأمة المغربية إن على المستوى الصحي ولعل اليوم خيار المتعلق ببناء المختبرات وبناء المختبر بن سليمان بطبيعة الحل ويدخل في هذا الإطار أي تعزيز المناعة السيادية للمغرب على مستوى إنتاج الدواء على مستوى إنتاج اللقاء أحد وكذلك أيضا تفكير حتى في أشقائنا خاصة على المستوى الأفريقي وهذا أيضا شيء مهم جدا كذلك اليوم على مستوى تعزيز السيادة الغذائية وطبيعة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعليمات من جلالة الملك لمساعدة المواطن المغربي على مواجهة تحديات الجفاف ولحظنا مجمل التدابير التي تم اتخذها وخطط استعجالي من أجل أولا مواجهة ندرات المياه ومن أجل مواجهة كذلك التأثيرات المناخية على الفلاحين ربما ستكون فيه